السلام عليكم مشاهدينا الكرام كل ما خسرت الجزائر معركة من المعارك إلا وقد تحرك أكثر وقد تضرب أكثر باش تحاول أنها تمس بالسمعات المغرب مؤخرا شفنا كيف حركت واحدة من جمعة من البياضيق من أجل نيل من تاريخ وسمعة المغرب والمملكة المغربية وكان الموتير في انتباه مؤخرا هو إقحام المسمى دومير أو الملقب بحومير هذا الفاعل الجزائري اللي يدفعو به الأم المتحدة الجمعية العامة باش يتكلم ومن الأسف تكلم بواحد شي مناقض للحقيقة ونغرب ما كنسمعي كنسمعي فلو باش يشوف محتوى ديالو وكنت أكد بأنه محتوى خاوي خرطي في الخرطي بحال كبرانات فرنسا في الجزائر ولكن يظهر الآن أنه حل دار البوز لأنه كبرانات فرنسا دفعو به الأمم المتحدة وباف الأمم المتحدة وصنع الحادث وكان مغربة اللي يردو عليه والكريم بغير نرد عليه واحد اسم كبير كما كان نقوله ما يرد بورتلغي بورتلين إنسان أكاديمي باحث اللي كنشوفه مؤهل ولي كنعترف به من بين الناس اللي كنعترف به في هذا المجال إذن هذا تكلم على مسائل كثيرة وضرب تاريخ المغرب وتاريخ وارتباط المغرب بصحراء وارتباط الصحراء المغربية بوطنها السيدات والسادة الوثائق التاريخية تشهد على استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب بكل وضوح فمعاهدات ورسائل سلاطين مراكش وهي متاحة لكم جميعا تحمل بصريح العبارة أن البلاد الواقعة جنوب ودنون مستقلة تماما عن المغرب أعود أتحدث عن الوثائق التاريخية التي كانت تحمل بصريح العبارة أقصد المعاهدات الدولية ما بين المملكة المغربية والدول الأوروبية في القرن 19-20 تحمل أن المنطقة الواقعة جنوب ودنون كلها مستقلة تماما على المغرب وتكرر هذا الخطاب ليس لسنوات في المعاهدات بل لقرون إذن كما قلت أنه لما كان يتكلم أي واحد يتكلم في تاريخ المغرب والتحرص تاريخ الصحراء المغربية ويحاول أنه يعتمد على الوثائق فكنتذكر الأكاديمي الأستاذ الجليل نور الدين بالحداد بارك الله في عمره هذا أستاذ جامعي وباحث كبير مغربي يبحث في الوثيقة نعم التقى في الوثيقة وأهمية الوثيقة وأهمية الأحداث بعد الأحداث في إتبات مغربية الصحراء وكان تحت له فرصة أنه اطلقها مع المغفور الله الحسن الثاني وقال له أنه كان بحث في هذا الشيء هذا قال لي إلى الردي باش تبين مغربية الصحراء اعتمد على الدليل واعتمد على الوثيقة وفعلاً ذو وزواء أكثر من 30 سنة وكبحت وعندو قناة ذيلو اسمتها مفاتيح تاريخية أنا كنصح أي واحد أي مغربي خاصة المغربة الداخل ووطن وخارج الوطن وأي واحد مهتم بالتاريخ المغرب وموضوع الصحراء المغربية يدخل مفاتيح تاريخية ويدخل الحلقات اللي كيدين لهم باقتدار وبيجادارة لأستاذ الجليل اللو الدين بالحداد لأكيد أنه بعد ما سمعه هذا الحمير كيتكلم طبعاً خار وما عجبوش الحال لأنه الجاهل كينعم في الجاهل ديالو ولكن العاليم كينشقاب العلم ديالو طبعاً وعرف بأنه هذا الشيء وفهمت بأنه ماشي عجبو الحال وشوفو كيفاش كان دار رد ديالو لا تدخل الحمير كما كنت 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 فاجأ كي خرج واحد لكلب مصعور من الكلاب الضالة اللي ما عندها لو عش لو كب لو وطن وتيتهجم على سياده وتي يتمجح وتيحاول يظهر بمظهر المتقس والأكاديمي والعالم أو بالعارث بخبايا الأمور السياسية المرتبطة بتاريخنا وبتاريخ الصحراء ديالنا وبتاريخ العلاقات ما بين الصلاة العلوي الأماجد مع رعاياهم في الأقاليم الجنوبية لكن عندي بعض العتاب بحل المغاربة شو كله وصل هذا الكلب المصعور للأمم المتحدة ودخلوا للجنة الرابعة بش يتهجم على سياده إنه كنعرفوا لأنه ماشي أجي ودخل الأمم المتحدة ماشي أجي وش الجسميسك بش أخد كلمين ما كنجدك شيء مدبر ومرتب ومنظام لأنه ما كنلعبوش هذا رمحفل دولي لعالم كم كيشوفو وكيسمعو وفيهم سؤولين حقيقة على أن من مره هذا الكلب المصعور الأجسام ديال الرجال والعقول ديال الخشب مع سكرر جزائري من هذا الطريق هو مخابرات بش يدخلوه الأمم المتحدة والسين بعيد على الطاريخ وبعيد على التحليل يخليه غير مع الكلاد ولا مع القره دا والأستاذ نوردين بالحداد ترى واحدة مسألة مهمة في هذه الحلقة وهي على نوعية هذا النسل التي تدخلوه في هذه اللقاءة بهذه النوع نحن نعرفه بأن جزائري كتدفع بالقرية وغير للقاتو وكتدفع له وكتدفع له وكتكتب له ولكن باسم المغريب كما قال صاحب جلالة أنه ناقصا تقلو من رد الفعل إلى التغيير هو تسائل أستاذ نوردين بالحداد على النوع ديال الناس اللي كانت ديوهم بمعنى أنه هاد سيد من يهدر هاد الحمر من يهدر هذيك المندوبة مغاليش تسترد عليه بالوتائق إنه خاص واحد وخاص واحد مؤرخ وخاص واحد أكاديمي واللي فاهم في الموضوع لأرض على حمير وأمتع الحمير أما لكننا سنكتافي غرب الاحتجاج؟ لا هاي السيدة هدرت على الاحتجاج وقفوم ولكن مرة أرجعك السلوك يكمل الكلام دياله والناس كتسمعني فين هنا يا المتخصصين فين هنا يا المؤرخين اللي عندهم ديراية بالميل في الصحراء عندهم ديراية بالميل في الصحراء رمشي ببقصح بركب طيارة وسر الأمم المتحدة وهذا أش خنديروا الكتب والمراجع اللي مألفة وما تقراواش الناس أنا كنت كنت منه الديبلوماسي من اللي غادي يعقب على بحالة السلوكي قد يجبض المصادر والمراجع وطبعا في قولي الحقي لا يخشى الإنسان له متلائم وهو كان شارل واحد الأستاذ مغربي اللي ربما تكلم الدخل ولكن أخطأ وقال على أن فرنسا لا علاقة لها بقضايا الصحراء وهناك يوضح له الأستاذ نورديم الحداد بأنه فرنسا داخلها في قضية الصحراء المغربية شوفوا الأستاذ نورديم الحداد شك يقول أنا ممتفقش معه ملي كانت يقول وتيرد على السلوكيك على أن فرنسا لا دخل لها في الصحراء لا وألف لا وسمعون كلام عند المتخصص اللي فنية ربعين عام في البحث في طارق الصحراء فرنسا كنقولها رغم الانفتاح ورغم انقشاع الغيوم السوداء في العلاقة دينا معها فرنسا هي سبب مشاكينا في الصحراء فرنسا ما تزال تلتزم بالصمت العميق والصمت المخيف لأنها عارفة أنا كنقول لكم سمعوني أكثر من السبليون واكثر من الجزائريين بالحقائق ما بغاش تغيير الخاطر الكارغي لا حانت كتستفد معهم وما بغاش تخسر الخواطر ديال المغاربة حانت عارفة المكان ديالهم وعارفة على قسم ولكنها بقى ما قدش تفرق على رموانا وهنا نذكر مشاهدين الكرام بشيلي جاء في الخطاب المركي السامي البارح فاش تفضل صاحب الجلالة وفتتح سنة شريعية للبرلمان وقال بأنه جهكلم لأحزاب والبرلمانيين والفعاليات وتكلم على أنه تأسيس واحد الهيكلة خاصة ودعمها بكفاءات بالكفاءات بالكفاءات اللي نخص نرضو لأنهم هما خصوم حدثة ترابية جندوا واحد مجموعة من الناس سواء الخوين، سواء العمرين، سواء اللي بين العمرين المهم يلتجأ الواحد الأساليب واليوم يحاولون أنهم يشكونا في التاريخ ذينا ويشكونا في الوطائق ويشكوه في الأحداث لأنه كلام حمير كيف ما بغي يكون هذا يهز بعض الناس وخصنا باش نرضو عليهم ونرضو عليهم بالوثيقة فا أستاذ نرضيهم بالحداد كيتكلم على هذه الأمور وكيأكد على ضرورة استثمار أسماء اللي كيشوفها بأنه قليلة فيها خمسة ولا ستة الناس اللي كانت في المغرب لممكن أنهم يقوم هذا الشيء هذا لابد استثمارهم بمعنى أنه كما قال صاحب جلالة وكما فهمنا من كلام صاحب جلالة لأنه قد يتسحراء ماشي غير قد يتملك قد يتشعب كله بكل فعاليته وكل المعنى بجميع المؤسسات بجميع الفعاليات كل المعنى بالدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد وهذا سيدنا على التعبئة واليقضى وتتكلم على أنه كان بعض الناس اللي لمازال قلال لمازال مفاهمينش ومقتنعينش قد يحاولون نقنعهم ما شاد نقنعهم، نقنعهم بالحقائق ولهذا أنه الأستاذ نرضيم لحداد كهذا بوحدة القرحة كبيرة اللي كراغيلا نجعوا في الكذوب ديالهم وبدك يسميه بسلطان ديال بيكالا مهر الشاي، الدراس ديال فرنسا في تيجيكجا، في أكجوج، في تيشيت في الحوض، في تاقانت، في ولتا 1906 رجعوا، وقراوا الكتابات ديال جنرال جوغو، كان شاهد عين في هذا المعارك، وكلال عصا، وكيما قال الصديق ديال فرنسا ما عنده علاقة، لا عنده علاقة، راهيالي دخلات، وخربات، وقنبلات، صمارة، بالرشاشات والمدافع ديالها، وحرقات الكتوب، باش تتمسل العلاقات الروحية، ديال الشيخ مع العينين، وديال الصرفاء الرقيبات، وديال الصناديد المقاومين، أولاد الدليم، وديال الصرفاء العروسيين، وديال المهاجرين والأنصار، أولاد تدرارين، وديال رماح الصحراء، ولا نيبال الصحراء، اش صرفاء، ولا دبوسبع شوفوا إزرقيين، وأزوافيد، وتوبات، والفويات، وقبيلة الصرفاء في لالة، وأهل بارك الله، شوفوا الدوعيش، شوفوا أهل المختار، شوفوا قبيلة المختار، شوفوا الخطاط، شوفوا تندغا جايبين البيعة ديالهم بالسلاطين ديالنا، خطيرة دلما سأتيجوك في كنا، دب احنا لكنا قاطعين البحار، وقاطعين الفيافي، وواصلين السينيقال والنيجر، تيجي سلوكي، وقرد كيقولك فين كنتو موسيقى